في هذا اللقاء ضمن ورشة عمل للمصادقة على خطة العمل الوطنية للمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية المتفجرة وذلك في إطار جهود تنسقها السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة وللأمن النووي مع المجتمع الدولي من دواعي السرور أن نشرف اليوم على اختتام الورشة الثالثة لتطوير العمل لللجنة الوطنية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتي تهدف إلى صياغة خطة العمل الوطنية لتحديد الأولويات من أجل بناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال تأتي هذه الورشة بعد تنظيم اجتماعيني كان الأول في فبراير والثاني في مارس من هذا العام تحت إشراف لجنة أنر بسيئة بالاشتراك مع خبراء من الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستخدام المحتمل لهذه المواد لارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية مصدر قلق كبير في العالم اليوم لذلك من المهم السعي قدما لوضع تدابير وحماية مناسبة وفعالة ولذلك فإن بلادنا مثل عديد من البلدان على دراية بالمحاطر التي تسببها هذه المواد جام مارك دويرب المستشار الأول ورئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في بلادنا أعرب عن سعادته بحضور هذا اللقاء المخصص للمصادقة على خطة العمل الوطنية للمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية المتفجرة والتي تدخل في إطار مبادرة مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم ومسايرات جهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال المفوض الإقليمي مسؤول الاتصال الوطني لمراكز الامتياز القاسم ملسيد محمد ذمن عمل جميع الأعضاء المشاركين في إعداد خطة العمل الوطنية للمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية المتفجرة مؤكدا أن المصادقة اليوم على هذه الخطة جاء بعد ثلاثة لقاءات تميزت بنقاشات مستفيدة أذمرت صدور خطة وطنية شارك في إعدادها مختصون في هذا المجال وتأتي المصادقة على خطة العمل الوطنية للمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية المتفجرة ذمرة لشراكة مع الاتحاد الأوروبي